مدارة فؤادة ووتش المعنية برصد أداء رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة تجاه أضايا المرأة وحو الإنسان قدشنت أو قامت بتأسيس غرفة عمليات خاصة بمواجهة ومنهضة التحرش الجنسي خلال عيد الفطر المبارك 2012 على مدارة ثلاث يام غرفة العمليات ما طلقتش رقم ضخط طلقينا 53 مكالمة بس تحققنا من صحة 35 مكالمة أغلب الفتيات كانت أعمارهم تتراوح من 18 ل 25 كلهم تقريبا كانت شهاداتهم شبه واحدة أو متشابهة لأحداث إن مجموعات من الصبية من 8 سنين لمكسمم 18 سنة مجموعات وحلقات بشرية بتطلع بالصياح وهياك جماعي الملاحظة المهمة في فكرة التحرش الجنسي اللي حصل خلال العيد من حوادث متكررة فكرة بجاحة المتحرش دايما فكرة الحرامي بيخاف والحرامي بيستخبها المرة دي كان فيه بجاحة في الفعل وفيه تلاقي الولاد وقفين في الشارع بيندخل بعض على تعالوا نتجمع علشان نقوم بالتحرش يعني كان دعوات علنية في الشوارع للتحرش بالفتيات والإناس بأن البنات خايفة من أهليهم أهليهم هما كمان بيتعاملوا بفكرة أنت السبب أنت المسؤولة أن نتحرج بيك الجزء التالي كانوا خايفين بالمجتمع كله لأنهم طول الوقت في الفترة الأخيرة في دعوات من بعض المنتمين لدولة الإسلام السياسي في مصر بيطلعوا ويرويبوا طول الوقت الفكرة أن المتحرش هو من تم يعني هو اللي وقع عليه الخطأ مش هو اللي قام بخطأ بمعنى أوضح فيه بعض استعمل جملة خدش حياء عفة الرجل ودي كانت جملة الأول مرة بسمعها يعني أن البنت اللي في الشارع هي اللي بتخدش حياءه لكن هو لما بيتحرش بيها بيكون رد فعل عشان هي خدش حياءه في الأول كلام مش منطقي طب الفتيات الملتزمات دينيا هم الأخريات يعني اللابسة نقاب وإزدال إلى أخر وبرضه بيتم الملاحقتهم في الشارع والتحرش بيهم جنسية هل هؤلاء غير ملتزمات؟ القضية ملاش علاقة لا بالزي ولا بالثقافة ولا بأي شيء هل هي علاقة بأن المجتمع في خطر أهم بؤر التحرش كان طلعت حرب منطقة وسط البلد كلها كانت بؤر التحرش كبيرة لكن البؤر الأمة زي ما بنقول كانت شارعة طلعت حرب تحديدا أمار مولة طلعت حرب طلعت حرب امتداده للتحرير وامتداده عكسي على 26 يوليو هو الآخر يعني بوابات بقى للمتحرشين شفنا مجموعات من مبادرات زميلة منهضة للتحرش وبتشتغل على هذا بشكل واسع وبقالها فترات يعني عاملة جهر كانوا ينسقوا مع الأجهزة الأمنية وينسقوا مع دارة المترو ويقفوا جوا محطات المترو ويمنعوا التحرش كان بس لنا ملاحظة واحدة فكرة دور الناشط ودور المتطوع في العمل العام ودور المخبر اللي يجب الفصل بين كل الأدوار دي دوري أنا كناشط حقوقي أو مهتم بالشأن العام إننا طول عمرنا جامعات ضغط بنقدم مبادرات أفكار بنطرح المشاكل ونحاول نعالجها كل حد يشوف شغله ولو قلنا السنة دي إن مجموعات هتنزل تحمي البنات من التحرش السنة الجاية أنا على ثقة تماما إن وزارة الداخلية تقول لك خلاص بقا إحنا ننزل ليه؟ إحنا بتقريرنا النهائي رفعنا ثلاث توصيات توصية بإنه لازم يستم استصدار تشريع عجل خاص من السيد رئيس الجمهورية بعد المشاورة والتعاون مع خبراء اجتماعيين ونفسيين الخروج بقانون أو نص تشريع إصاري يقلل من الظاهرة دي بعقوبات راضعة مع أغزف الاعتبار كافة القيم الحقوقية والإنسانية للمزنب الجزء الثاني إنه لازم يتم ما بين كل المبادرات المنظمات للمجتمع المدني المعنية مبادرات توعية وحملات ميدانية وإعلامية وفي كل المجالات حوالين مخاطر الظاهرة دي وسلبياتها على المجتمع ككل في الفترة اللي جاية التوصية الثالثة بنحمل مسؤولية الداخلية جزء كبير جدا من معناقل ما كانتش كلها إنه مؤسسة تنفيذية ما قمتش بشغلها على أكمل وجه كان فيه تقصير واضح جدا من وزارة الداخلية اشتركوا في القناة